اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الحوار البناء والتسوية المتبادلة ادوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة كما اعرب جروند بيرغ عن امله في ان تنع كساده الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل بارك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ناب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي اطلاق سراح الاسرة من سجون الميليشيات الحوثية وعودتهم بحمد الله سالمين الى اهاليهم وقال الزبيدي في حسابي على تويتر ان الجهود مستمرة للتحرير جميع الاسرة والمعتقلين الجنوبيين مشيدا بكل الجهود بدلها فريق التفاوض وكذا الجهود التي بدلتها لجنة الدولية للصليب الاحمر وكل المساعي التي بوذلت من اجل تحرير الاسرة الجنوبيين كما اكد الزبيدي للاسرة المحررين والذين ما زالوا في المعتقلات الحوثية بان السنين التي قضوها خلف القطبان لن تذهب سدى وستظل محل فخر واعتزاز اختتم وفد سعودي محادثات سلام في صنعاء مع الحوثيين الذين اكدوا احرز تقدم وقالوا ان هناك حاجة لمزيد من النقاشات لتسوية خلافات عالقة وذكرت مصادر يمنية لرويترز ان الفريق السعودي غادر صنعاء الخميس بعد زيارة مثلت تحركا للبناء على هدنة توسطت فيها الامم المتحدة وانقضت وتاتي الزيارة ايضا في اعقاب اتفاق السعودية وايران الشهر الماضي على استئناف العلاقات نهاية الموجز للقاء